في نفس السياق الصين كمان بتبني محطة في مصر أكبر محطة طاقة بالفحم النظيف في أفريقيا خلينا بس يعني إيه نتكلم في الموضوع ده بتفاصيل شوية الرئيس كان زيارة الحقيقة استغرقت ستة أيام البحرين والصين وقوز باكستان وأهمية الزيارة دي كما تنقلت وكلات الأنباء سواء العربية أو العالمية إن الحقيقة الزيارة دي بتعكس مردودات كتيرة جدا على كل المستويات زي مثلا المستوى الاقتصادي المستوى الثقافي المستوى التجاري والأهم برضو مستوى مكافحة الإرهاب ده يعني دي أبرز النقاط اللي نقشت في هذه الزيارة اللي استغرقت ستة أيام خلينا بقى نرجع لموضوع الصين تاني والحقيقة وكالة شينكوا الصينية أفادت بأن تحالف شركات صينية فاز بعقد اللي بناء محط الطاقة بتشتغل بالفحمة في مصر وتنفيذ أعمال هندسة والبناء وتوريد المعدات وذكرت الوكالة الصينية أن عقد المحطة البالغ قيمته 4 مليار دولار أبرم ليلة الحد اللي فات في العاصمة الصينية وتم توقيعه بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وطبعا دي كانت الحقيقة من الاتفاقيات الغاية في الأهمية تعليقا أيضا على هذه الزيارات أو يعني تحديدا الزيارات اللي أم بيها الرئيس في خلال الست يام دول النوع ده من الزيارات وهذا الاتجاه من الزيارات ليه برضو أصداء مختلفة زي ما أشارنا وخلينا نقول برضو أن كان فيه اتفاقيات زي ما تكلمنا عن موضوع الصين الصين الاتفاقيات اللي بيكون من مصر والصين هي نوع جديد جدا من الاتفاقيات كان يمكن يعني تم تجاهله في الفترة اللي فاتت اللي مش مجرد تجارة أو بيع وشيرة وخلاص لا هي بيبقى فيه اتفاقيات اقتصادية كبرى وده هيساعد جدا في تبادل الثقافات السوقية ما بين مصر والصين على أساس أن الصين من أكبر الدول اللي تعتبر يعني وقفة على رجليها اقتصاديا بشكل مهم جدا وبشكل متطور واكتفاء ذاتي عالي جدا فإحنا أكيد هنستفيد من بعض في إطار تبادل الثقافات الزيارات في المجمل بتعكس مدى تفهم الإرادة السياسية الحقيقة لدور مصر على الساحة الدولية وزي ما قلت لكم برضو اتفق الرئيس المصري والأسباكي على إنشاء مجلس أعمال مصري أسباكي ودي برضو نقطة مهمة جدا التعاون بين الدول الإسلامية التعاون المشترك وكمان التعاون على المستوى الأمني والعسكري بالنسبة لزيارة البحرين علشان برضو نكون القينات دوء على كل الزيارات أهم ما جاء في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمملكة البحرين إن مصر مش هتسمح أبدا بالمساس بأمن واستقرار الخليج وإن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر رسالة قوية جدا للعالم بأن العرب المتحدين مهما كانت الظروف خصوصا إن ما تمر به المنطقة العربية من أزمات ومن صراعات قد تكون زريعة لبعض الشائعات أو الوقيع فمن هنا أول نقطة بتأتي أهميتها لهذه الزيارة زيارة الرئيس للبحرين عامة دي كانت في المجمل كده الزيارة اللي تمت البحرين الصين وأسباكستان وإن شاء الله بردو بكرة هنناقش هذه الزيارة مع بعض في فقرتنا الصحفية مع ضفنا الكريم